بدأ النظام السوري ظهر اليوم تهجير دفعة جديدة من مقاتل المعارضة السورية المسلحة مع عائلتهم من حي برزة شرقية مدينة دمشق إلى إدلب شمالي سوريا وقالت مصادر محلية أن الدفعة الجديدة من المهجرين من أهالي حي برزة تضم نحو 500 مقاتل مع عائلتهم سيتم نقلهم إلى إدلب في الشمال السوري عبر الطريق المؤدي لمدينة قلعة المضيق في ريف حما الشمالي ترجمة نانسي قنقر